هكذا تفتش الشرطة التركية عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد وهكذا يتم اقتياد من يتم ضبطه إلى مراكز الاحتجاز قبيل ترحيله حملة أعلنت عنها الداخلية التركية وقالت إنها تشمل مختلف الولايات حصيلتها توقيف الآلاف ممن يقيمون في البلاد خلافاً للقانون أو تسللوا إليها عبر الحدود جميع الدول تبحث عن حل لمشكلة اللاجئين وتركيا تنفذ عمليات في هذا الاتجاه في الواقع تسود حالة من الصخط بين المواطنين تجاه ملف المهاجرين عموماً وهي جزء من مسعى خفض الإجارات قليلاً قبل الانتخابات المحلية وقطع الطريق على خطابات تحاول تأجيج خطاب الكراهية والعنصرية في خضم الإجراءات سارع وزير الداخلية ترك علي ريليقايا للتأكيد على أنها لا تستهدف جنسية بعينها ولا تطال اللاجئين تحت بند الحماية المؤقتة متوعداً بمحاسبة عناصر أمن ارتكبوا تجاوزات خلال تنفيذ الحملة عمليات الترحيل تجري في نطاق المادتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين من قانون الأجانب والحماية الدولية كما يمكن للأجانب المدعين التقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعو انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية وللحد من التجاوزات يجري العمل على إطلاق مشروع من هيئة أهلية نعتقد أنه سيساهم في الحد من التجاوزات والمشكلات إلى حد كبير وفق الداخلية التركية من المقرار أن تستمر الحملة أربعة أشهر في اسطنبول حيث تتركز جهود السلطات لضبط المهاجرين غير النظاميين يقول والي المدينة أن السكان سيشعرون بفارق في أعداد مخالفين في غضون فترة قصيرة لكن التحدي يبقى في نظر كثيرين هو لمس النتائج المرجوة للحملة في تهديئة الرأي العام محمد المشهر ووسكا نيوز عربية اسطنبول محمد المشهر